السلام وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنشتغل على الـ Power BI وهنشوف ازاي ممكن نعمل فسكال كالندر يعني ايه فسكال كالندر يعني سنة مالية. بعض السنوات المالية ما بتبدأش وتنتهي مع السنة الميلادية. يعني ممكن مثلا تكون بداية السنة المالية واحد ابريل وتنتهي في مارس او تكون في واحد سبعة اللي هو واحد جولاي او واحد يوليو وتنتهي في تلاتين ستة او تلاتين جون ففي الحالة دي هنعمل ايه ازاي ممكن نكيف الكالندر تيبل بتاعنا انه يشتغل بالطريقة دي. فالنهاردة هنشوف مع بعض ازاي ممكن نعمل الـ Report باستخدام الكالندر يير او السنة ميلادية وكمان باستخدام الفسكال يير وازاي ممكن نخلي الكالندر تيبل بتاعنا يكون فليكسبل انه يشتغل على الاتنين يقدر يوريني السنة المالية ويقدر كمان يوريني السنة الميلادية يلا مع بعض نروح على الـ Power BI Desktop ونشوف هنعمل ايه النهاردة. انا حاليا على الموديل فيو وعندي موديل بسيط جدا ما فيهوش الا تلات جداول في النص او فوق على الشمال عندي جدول السيلز وده الترانزاكشن تيبل ومربوط بجدولين بعلاقة وان تو ميني طبعا الوان من ناحية زي ما حاج شايف كده من ناحية اللوكاب تيبل والميني من ناحية الترانزاكشن تيبل نفس الكلام موجود هنا جدول البحث او اللوكاب تيبل الاول اللي هو الكالندر تيبل وده فيه مجموعة التواريخ والجدول التاني هو جدول البرودكت وكل اللي فيه اسامي البرودكتس علشان اقدر اجيب ريبورت باسامي البرودكتس قبل ما نبص على الريبورت اللي عاملينه تعالى نروح نبص مع بعض على الديتا فيو لو روحت على الديتا فيو تعالى نركز على جدول السيلز الجدول بسيط جدا فيه اربعة كولومز الكولوم الاولاني ما هو الا التاريخ الكولوم التاني الاي دي بتاع البرودكت او الكود بتاع المنتج بعد كده عندي الكمية المباعة واخر حاجة الريفنيو اللي جاي من كل عملية بيع وعايزك تبص معي على الفلتر لو فتحنا الفلتر هنا كده حتى ان انا عندي تواريخ من اول واحد سبعة الفين وتمنتاشر ولو نزل تحت خالص هتلاقي ان انا عندي تواريخ لغاية شهر ستة الفين وتسعتاشر يعني ده بيمر ما بين سنتين الدتا دي ما بين سنتين من سنتين من سنة تمنتاشر في نصها من اول سبعة لغاية تقريبا اواخر جون الفين وتسعتاشر فمعنى كده الدتا دي موجودة على سنتين ولو رحت على الريبورت فيو هتلاقي ان انا عندي ماتريكس او عندي ممكن تقول البيفوت تيبل البيفوت تيبل ده ما فيهوش الا عمودين بس العمود الاول بيتكلم على الشهور والكوارترات والسنين والعمود التاني فيه اجماليات البيع لكل فترة من الفترات دول لو بصيت على الريبورت زي ما اتفقنا هو موجود في سنتين السنة الاولية 2018 والسنة التانية 2019 في 2018 عشان بدء من جولاي زي ما حراك شايف فعندي كوارتر ثلاثة وكوارتر اربعة وفي سنة 2019 عندي كوارتر واحد وكوارتر اثنين كل ده مفيش مشكلة خالص لو انا بعمل الريبورتنج بتاعي بالكالندر يير يعني السنة الميلادية اللي بتبدأ في واحد يناير وبتنتهي في 31 ديسمبر كل ده مفيش مشكلة خالص لكن لو انا قلت لحضرتك ان انت السنة المالية بتاعتك بتبدأ في 1 سبعة وبتنتهي في 30 ستة فحراك هتكون محتاج تعمل الريبورت بالشكل العليمين ده وفي الشكل العليمين ده هتلاقي ان انا عندي سنة مالية واحدة بس اللي هي اسمها سنة 18-19 طبعا اف واي دي اختصار لفس كالير فدي السنة المالية 2018-2019 وحتلاقي كوارتر 1 بيبدأ في جولاي كوارتر 2 بيبدأ في اكتوبر وكوارتر 3 بيبدأ في يناير وكوارتر 4 بيبدأ في ابريل وينتهي في جون اللي هي نهاية السنة المالية يبقى لو انا عملت التقرير ده بالسنوات المالية التقرير ده بيمر عبر سنة واحدة بس مش ماشي على سنتين يبقى ده تقرير سنة مالية واحدة ازاي ممكن نعمل هذا الريبورت باستخدام الداكس داخل الباور بي اي ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي حالا تعال نبدأ مع بعض من الستارت فايل ده فايل تاني غير المنتج النهائي اللي شوفناه علشان نبدأ منه مع بعض وحاليا مفيش فيه غير جدولين بس الجدول الاول اللي هو جدول السيلز وشوفنا الفيلز الموجودة فيه والجدول التاني هو جدول البرودكت وتعال نبني مع بعض الكالندر تابل من اول وجديد عشان وحنا بنبني الكالندر تابل هنزود فيه كل متطلبات الفيس كالير مع بعض عشان نعمل كده هنروح على الديتا فيو ومن الديتا فيو زي ما شفتنا عندنا الجدولين بتوعنا هم معليمين لكن انا عايز اعمل الجدول جديد فحروح على طول على نيو تابل وده هيفتح لي الفيوم اللابار والديفولت كتاب لي تابل وايكول تعال انا اندي اسم واسميه مثلا كالندر وبعد كده ابدأ اكتب ايكول وحنستخدم فونكشن بسيطة جدا شفناها قبل كده اسمها كالندر اوتو هتكتب كالندر اوتو تفتح قوس وتقفل القوس على طول مفيش اي حاجة هو طالبها منك الموضوع بسيط جدا تفتح الستارت براكت وتقفل الكلوس براكت ومن بعد كده تدوس على الشيك مارك ايه اللي هيحصل الفونكشن دي هتروح تعدي على كل التواريخ اللي موجودة في اي تابل موجود في الموضل بتاعك وتبدأ تحط لك تواريخ كولم واحد اسمو ديت وجوا مجموعة من التواريخ بتبدأ من بداية السنة الميلادية اللي موجود فيها اول تاريخ في الموضل وتنتهي في نهاية السنة الميلادية اللي موجود فيها اي تاريخ في الموضل ففي الحالة بتاعتنا لو بصيت هنا هتلاقيه بدأ من واحد واحد 2018 لان السيل ستيبل بتاعنا فيه تواريخ من سنة 2018 فبدأ معك من واحد واحد 2018 ولو نزلت في الاخر خالص هتلاقيه اخر تاريخ موجود تحت هتلاقيه 31 ديسمبر 2019 لان فيه مجموعة من التواريخ موجودة في سنة 2019 يبقى هي دي وظيفة ايه وظيفة الكالندر اوتو ده اللي بتعمله بالزبط طيب افرض ان انا مش عايز ابدأ من اول السنة او ان السن مالية بتاعتي بتبدأ بشكل مختلف او موجودة بشكل مختلف هعمل ايه بقى في الحالة دي ممكن ازود برامتر على كالندر اوتو تعالى نمسح الكلوز والاوبن دول ونبدأ نفتح تاني ادي كالندر اوتو السكرين اسيستنس قالك ايه قالك fiscal year end month السنة المالية بتاعتك بتنتهي في شهر كام في الحالة بتاعتنا السنة المالية تنتهي في شهر ستة فلو كابتله ستة وقفلت القوس وعملت الشيك مارك ايه اللي هيحصل هيعدل في التواريخ دي وفي الحالة دي هتلاقيه ان بدأ التاريخ من 1-7-2018 ولو نزلت التحت خالص هتلاقي اخر تاريخ هو عامله هو 30-6-2019 يبقى كده لما استخدمت كالندر اوتو واستخدمت البرامتر الوحيد او الارجومنت الوحيد اللي موجود اديته رقم نهاية رقم الشهر اللي فيه نهاية السنة المالية عمال لي هو التاريخ باستخدام السنة المالية او مراعي فيها موضوع السنة المالية طبعا نفيش كالندر تيبل بقى فيه عمود واحد كده محتاجين نبدأ نزود مجموعة من العواميد لكن خيني في البداية احاول اغير الفورماتنج هنا هنا اخد بالك فيه الديت والتايم خيني بس اخد حاجة فيها الديت بس خيني مثلا اختار حاجة زي التاريخ ده اللي فيه اليوم واسم الشهر ورقم السنة ده يبقى اوضح كتير فممكن نشتغل عليه 1 جولايق 2018 او 1 يوليو 2018 هو ده اول يوم في الكالندر تيبل بتاعنا او تعالى نبدأ نزود بعض العواميد عشان نبدأ نعمل كده ممكن نختار اي حتة في التيبل ريت كليك ونقوله لو سمحت عايزين نيو كولوم فحيدي لك نيو كولوم طبعا اول حاجة محتاجها اسامي الشهور فممكن اسامي ده المونت نيم تعالى نفكر في اسامي الشهور هتلاقي ان اسامي الشهور نبدأ فيقش اذا كان ده كالندر يير او كانت فيسكيليير يعني لو كانت سنة ميلادية او حتى كانت سنة مالية في الحالتين شهر يناير هو شهر يناير وشهر فبراير وشهر فبراير وهكذا فما فيش مشكلة ما عنديش مشكلة خالص في القرم ده هسميه مونت نيم وابدأ استخدم فونشن اسمها فورمات فورمات دي اخت تكست بالزبط الموجودة في الاكسل تطلب مني تو بارامترز اول حاجة محتاج مني الفاليو والفاليو دي موجودة في نفس التابل اللي احنا واقفين عليه اللي هو كالندر ديت هطبعا هياخد عمود الديت ادي الكالندر ديت فحديده تواريخ وبعد كده قامة وطلب مني الفورمات والفورمات هعطها بين اتنين دبل كوت وجهة دبل كوت دي حبدأ اكتب الفورمات اللي انا عايزها لو قلت له ام 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 هيديني الاسم المختصر للشهور بعد كده نقفل القوس طبعا لو عايز الاسم الكامل تحط 4 ام لكن كفاية في حالتنا 3 ام ونعمل التشيك مارك وحتلاقي فعلا ادي جولاي ولو نزل تحت شوية اوجست وهكذا والدنيا لحد الوقتي عال العال اللي انا عايزه بعد كده ان انا اجيب رقم الشهر فتعال نشوف طبعا رقم الشهر مهم عشان الترتيب عشان لما تظهر عندي الشهور تكون مترتبة بشكل مزبوط فعشان كده عايز اجيب رقم الشهر فحعمل برضو رايت كليك وقول له سمحت عايز نيو كولوم وتعالى الاول نجيب رقم الشهر ميلاديا يعني الترتيب الميلادي السنة العادية ترتيب الشهور فيها فحنسمي ده C C ده اختصار كالندر وبعد كده month number هنسميه كده ونكتب equal وبعد كده نستخدم function اسمها month وكل اللي محتاجها برضو مني عمود يكون موجود في التواريخ وده موجود في نفس التابل اللي اسمه كالندر في العمود الاولاني اللي اسمه الديت ونقفل ونعمل وحتلاقي الدنيا ماشية كويس الكالندر month number هتلاقي سبعة اول شهر اللي هو جولاي طبعا هتلاقي هنا من واحد لاثناشر لو هنا مثلا عملت filter على اي شهر وليكن مثلا شهر نوفمبر او شهر مايو هتلاقي مايو رقم خمسة يبقى الدنيا ماشية مزبوط بشكل هيل جدا لكن انا محتاج كمان اجيب fiscal month number يعني ايه fiscal month number يعني حراك لو انا السنة المالية بتاعتي بتبدأ في شهر جولاي يبقى بالنسبة للسنة بتاعتي شهر جولاي لازم لاخد رقم واحد مش رقم سبعة وبالتالي محتاج ازبط fiscal month number او رقم الشهر في السنة المالية انو يرجع لورا حوالي ست شهور او ست ارقام يبقى انا محتاج هنا بدل حراك السبعة اللي موجودة هنا اكتب مكانها واحد لو انا هعمل column لـ fiscal month number ولو نزلت تحت شوية التمانية دي محتاجة تبقى اتنين لو نزلت تحت شوية التسعة دي محتاجة تبقى حاجة زي تلاتة ولو نزلت العشرة تبقى اربعة وهكذا لحد اخر شهر في السنة اللي هو شهر ديسمبر اللي هو هيكون بالنسبة للسنة مالية بتاعتي هو شهر ستة مش شهر ايه اتناشر طب عشان نعمل القصة دي هنعملها في عمود جديد وكل اللي هعمله ان انا هروح برضو اعمل right click وقوله new column وفي العمود الجديد المراضي هسمي العمود ده F month number F اختصار fiscal او سنة مالية fiscal year او سنة مالية فالF month number هستخدم برضو معادلة month نفس اللي استخدمناها وحنديها برضو calendar date مفيش مشكلة بس انا date المراضي مش عايزه يكون نفس التاريخ اللي موجود في column date عايز ارجع بيه الورا ستة شهور عشان اعمل كده هستخدم function تانية قبل الفunction بتاعت month دي والفنكشن دي كل اللي هتعمله ان هي هترجع لي التاريخ الورا ستة شهور نفس بالزبط الفنكشن اللي موجودة في الاكسل اللي اسمها e date فحكتب e date وبتاخد مني حاجتين ال start date طبعا هو نفسه ال calendar date او ال column اللي فيه ال calendar وبعد كده هتختار عايز ارجع كام شهر الورا فحقول له minus 6 وبعد كده shift و enter مرة كمان وقف القوس بتاع month يبقى انا استخدمت two functions هنا اخدت month لكن رجعت الاول بالتاريخ ستة شهور لورا وتعال نجرب كده مع بعض هعمل check mark فعلا شهر جولاي اخد واحد هدي بص اهو لو بصينا كده مع بعض سبعة بقت واحد رجع ستة شهور لورا ولو بدأت تنزل شوية كده حبة حبة هتلاقي ادي تمانية بقى اتنين ولو نزلت تحت كمان شوية هتلاقي تسعة بقى تلاتة وهكذا لحد نهاية الجدول طيب بعد ما جبنا شهر محتاجين نجيب الكوارتر علشان اجيب الكوارتر تعالى نبدأ برضو بالكالندر كوارتر يعني يعني ايه كالندر كوارتر يعني من اول يناير لغاية نهاية مارس هتبرها كوارتر 1 من ابريل لغاية نهاية شهر ستة هتبرها كوارتر 2 من شهر سبعة لغاية شهر سبتمبر كوارتر 3 وبعد كامل اكتوبر لديسمبر كوارتر 4 فعايزين نبدأ نقسم القصة بالشكل ده طبعا عشان تحسب الكوارترز في طرق كتير جدا لكن انا هوريك اسهل واحدة فيهم هنعمل رايت كليك و هنقول لو سمحت عايزين نيو كولوم و هنسميه الكالندر كوارتر و هنكتب اكول و هنبدأ نستخدم برضو فورمات استخدناها من شوية برضو هنديله الديت ف هنكتب كالندر و نختار كولوم الديت و المرادة هنعمل برضو فورماتنج لو عملت فورمات اسمه كيو بس كده كتبت كيو و اقفلت بعد كده القوس و دوست انتر هتلاقي اوتوماتيك ادالك ايه رقم الرقم ده لو حسبت كده جولاي هو في الكوارتر الثالت او شهر سبعة في الكوارتر الثالت بالنسبة لي السنة الميلادية لو نزلت تحت شوية طبعا محتاج تنزل جامد شوية تعالي هنروح شهر يناير هتلاقي يناير في كوارتر 1 مفيش مشكلة نفس الكلام فبراير في كوارتر 1 نفس الكلام مارس في كوارتر 1 بعد كده يبدأ يقلب ابريل كوارتر 2 وهكذا يبقى الكيو دي شغالة معايا كويس قوي طب لو حبيت احط حاجة بريفاكس يعني ايه بريفاكس يعني عايز اقول كيو داش 1 وبعدين كيو داش 2 مثلا يعني اعمل القصة دي ازاي في اكتر من طريقة ممكن اقف قبل المعادلة دي واحط البريفاكس ده جوه دابل كوت اقول كيو وبعد كده داش وبعد كده اقفل دابل كوت واعمل بعدها اند مغارد كونكاتينيشن واعمل الشاك مارك فكتب ليهو كوارتر 3 وبعدين اقفل كيو داش 3 لو قلبت شوية كيو داش 4 وهكذا ماشي معاك مزبوط دي طريقة وسهلة قوي او ممكن لو حبيت ان انا ما اعملش كده ممكن جوه نفس الفورماتنج اعمل الاول باكسلاش وبعد كده اعمل كيو وبعدين داش وبعدين كيو ولو عملت كده هتديك نفس النتيجة بالزبط كده هو فهم الباكسلاش وبعدين كيو داش دي هيعتبر ان ده البريفاكس بتاعك او يعني الباكسلاش هتقوله ان فيه بريفاكس الاول وبعدين في الاخر اخر حتة هيستخدم الفورماتنج اللي هو كيو فممكن تعملها باي طريقتين مفيش مشكلة خالص كده بقى عندنا ايه الكالندر كوارتر طيب لو حبيت اعمل نفس الكلام بس على الفيسكال كوارتر هعمل ايه برضو اعتقد بقت سهل هممكن تستنتجها معايا زود كولم جديد نريد كليك ونيو كولم المرة دي هسميه اف كوارتر او الفيسكال كوارتر وبعد كده ايكول نفس الكلام هنستخدم فورمات وتعال ناخد شفت و انتر ممكن نستخدم برضو كالندر ومع كالندر دي هنستخدم الديت ونفس الفورمات اللي نستخدمناه باكسلاش كيو داش كيو ونقفل الدابل كوت ونقفل معادلة فورمات بس ممكن نقفلها في سطر جديد وكل المطلوب بقى قبل طبعا لو عملت كده هدي نفس النتيجة اللي في القولم اللي قبله فمحتاج هنا ازود حاجة او محتاج اعمل حاجة قبليها بدل ما انا شغال على الديت برضو هرجع الديت ست شهور لورا فهبدأ اخد لاين جديد وهشتغل برضو على اي ديت ادي ال اي ديت والاي ديت محتاج مني الكالندر فممكن برضو اخد هنا شفت و انتر وبعد ما اديده الكالندر والكلام بتاع الديت كالندر تيبل طبعا والكلام بتاع الديت عشان اعرفه التاريخ اللي هيبدأ منه هعمل كاما واقول له يعني لو سمحت ارجعلي ست شهور لورا وبعد كده داخل معادلة فورمات هيكون نفس الفورماتينج اللي هو backslash q dash q وفي الاخر خالص نقفل القوس بتاع فورمات ونعمل وتعالى نبص ايه اللي هيحصل جولاي بقى في كوارتر ون او شهر يوليو بقى في كوارتر ون او في الربع الاول لو نزلت عانشو في شهر مارس سبتمبر سبتمبر لسه في كوارتر ون لكن اكتوبر بقى في كوارتر تو انزل شوية نوفمبر بقى في كوارتر تو رغم ان هو بالنسبة للساني من ايديه في كوارتر فور فانت كده عرفت تزبط الكوارترات بشكل كويس قوي فاضلك اخر حاجة ان انا اجيب ارقام السنين او رقم السنة برضو نفس الحكاية هنبدأ بالكالندر right click وحقول له لو سمحت انا عايز new column المرة دي هسميها الكالندر year واقل هستخدم function بسيطة جدا اسمها year كل بتعمله بتجيب لي رقم السنة فما عنديش مشكلة نفس الكلام هيحتاج مني date والdate ده موجود جوه الكالندر في الكلام اللي اسمه date ادي الكلام بتاع الكالندر date وهنقفل القوس ونعمل check mark هيديلك الكالندر year مفيش مشكلة طبعا زي ما قلنا موجودة في سنتين ادي 2018 و2019 فاضل بقى ان انا اخر حاجة عشان بقى خلصت الكالندر تيبل ده بالكامل وطبعا الكالندر تيبل ده ميستو انه بيديني الفلكسبلتي ما بين الكالندر year او الثاني ميلادية العادية وما بين كمان السنة المالية حسب ما تكون ما خارج طبعا احنا اخترنا ان احنا نبدأ من 1 سبعة وننتهي في تلاتين ستة او من 1 يوليو وننتهي في تلاتين يونيا لكن طبعا في بعض الشركات بتبقى من 1 ابريل لواحي تلاتين مارس او اي تاريخ اخر كل ده هيكون فليكسبل انك تعمله بنفس الطريقة بالظبط تعال بقى نحاول نجيب السنة المالية عايزين نحدد السنوات المالية رايت كليك وحقول لو سمحت انا عايز نيو كولوم نيو كولوم المرة دي هسميه اف اير او الفيس كليير وبعد كده اكل وعشان نحسب السنة المالية دايما عايزين نفكر في نهاية السنة المالية الان عايز اوصله للوقتي عايز اشوف السنة المالية بتاعتي بتنتهي في سنة كام طبعا واضح جدا ان السنة المالية الموجودة قدامنا دلوقتي بتنتهي في سنة 2019 فأنا عايز بدل ما أشوف في بعض الأوقات أشوف 2018 بكاء 2019 لا أنا عايز أشوف دايما 2019 طبعا أنا عايز دايما بشكل ديناميك لأن ممكن الكاليندر تيبل ده كمان يزيد بعد كده أو يكبر فما يحصل إيش مشاكل يفضل دايما بشكل ديناميك بيديني دايما نهاية السنة المالية طب تعال نفكر كده الست شهور التانين من السنة النص التاني من السنة اللي هو بيبدأ في يناير وينتهي في شهر جول بالنسبة لنا طبعا سنة 2019 بالنسبة للجزء ده من السنة مش هيحصل تغيير في نهاية السنة بمعنى إيه إن الكاليندر يير بتاعته 2019 والفيسكيل يير بتاعته برضو 2019 مشكلتي في النص الأولاني من السنة ليه بقى؟ لأن النص الأولاني من السنة لما يكون 2018 طبعا بتكلم معنا النص اللي يبدأ في جولاي أو في شهر 7 وبينتهي في ديسمبر النص ده ده اللي محتاج أضيف على السنة المالية بتاعته واحد محتاج أقول له بلاس ون على السنة المالية عشان أوصل للسنة المالية طب عشان أعمل كده ممكن أعمل كده بلوجيك بسيط جدا تعال أول نعرف variable هعرف هابدأ بأن أنا أعرف variable والفاريبل ده كل وظيفته إنه يكابتشر السنة الميلادية فحكتب VAR ودي هسميها الكلندر يير وهقول الكلندر يير بتساوي احنا قلنا بتتعمل بفنكشن يير ممكن نستخدم الكلام الموجود لكن خلينا نحسبها تاني الفنكشن اسمها يير وبرضو حديده الكلندر ديت مفيش مشكلة خالص وبعد نقفل القوس وبعد طبعا variable بتحتاج بعديها ريترن فهعمل shift وenter وأعمل tab وإجي هنا يقوله return والريترن المرة دي هقوله يرجع لي الكلندر يير بس كده مش هعمل حاجة أكتر من كده فكأني حسبت اليير مرة تانية فالفين وتمنتاشر هي الفين وتمنتاشر وتسعتاشر هي وتسعتاشر مفيش مشكلة خالص لكن لأنا هعمله بدل ما أرجع على طول الـ current year اللي هي الـ CY دي عايز أعمل عليها شوية لوجيك فحمسح الكلام ده وshift وenter وتعالى نجرب مع بعض if statement حبدأ أقوله if وهقول لو سمحت أنا عايزك تبصري على مين بقى عايزك تبصري على fiscal month number فهقوله calendar fiscal month number لو fiscal month number ده أقل من أو يساوي 6 زي ما قلنا أول 6 شهور اللي فيهم المشكلة فهقول لو أنت أقل من أو تساوي رقم 6 تعمل إيه بقى في الحالة دي تجيب لي الـ current year plus 1 طيب لو ما حصلش الكلام ده لو أنت مش أقل من أو تساوي 6 لو أنت أكبر من الـ 6 نعمل إيه هاتلي الـ current year من غير الـ plus 1 وتعالى نجرب كده ونشوف إيه اللي هيحصل وهعمل الـ check mark هتلاقي بقى إيه قادي أول 6 شهور طبعا أول 6 شهور في السنة المالية الـ calendar year بتاعها 2018 بس الـ fiscal year بتاعها إيه 2019 لو نزلت بقى في النص التاني اللي هو هيبدأ من أول يناير أهو فين يناير آدي شهر يناير أهو من أول شهر يناير 19 و19 لغاية الآخر خالص يبقى اللوجيك ده شغال بشكل كويس طب تعالى نعمل برضو عشان المنزل اللي كنا عاملينه F وبعد كده 18 ده 19 إزاي نعمل القصة دي فدي أمرها سهل ممكن نعمل variable تاني shift وenter ويد هنعمل tab كده مرتين وvariable تاني وماذا ده هسميه F Y والـ F Y ده هيساوي اللي احنا عملناه تحت اللي هو الـ F دي فهجده جبنا الـ F Y بتاعتنا equal المؤادلة اللي عملناها دي وفي الـ return بقى نعمل ايه نعمل الشكل اللي كنا عايزين نعمله أنا عايزك تعمل ايه بقى حضرك أنا عايزك أول حاجة تبدأ بكلمة F Y فهعمل F Y جوه double code وبعد كده end وبعد الـ F Y جوه end دي عايزك تحطي لي بعديهم ايه عايزك تحطي لي بعديهم الـ F Y minus 1 الفيس كالير اللي حسبناها فوق دي minus 1 عشان حابدأ ايه ببداية يعني حقول 18-19 لو رسالة دي تنتيه في 19 يبقى بدأ من 18 يبقى ايه يبقى 18 ناقص واحد او 19 ناقص واحد بـ 18 فحقوله F Y minus 1 وبعد كده ممكن احط برضو كومكاتينيت مرة كمان ودبل code وداش عشان نحافظ على الداش اللي كانت موجودة في المرة اللي فاتت وبعد كده end مرة كمان كومكاتينيت مرة كمان وهقوله F Y من غير ماينس 1 بقى المرة دي وبعد كده هنعمل check mark فزي ما انت شايف كده بقت ايه F Y 2018 داش 2019 طبعا ممكن نعمل برضو حركة ظريفة هنا واحنا بنعمل الـ variable ده ممكن اجيب ايه ممكن اجيب اول حرفين بس فممكن هنا اقوله لو سمحت هاتلي ايه write بتاع القصة دي كلها وهي write two يعني ايه write two يعني هاتلي اه اخر رقمين ونعمل check mark فحتلاقي كده ايه بقى انا بدل ما جبت السنة 2019 كلها لا شلت بس ايه خدت اخر حرفين او اخر رقمين فخدت write بتاعها فبقى عندي هو F Y 18 داش 19 فكده بقى عندي السنة المالية وكده قدرت ابني calendar table وكالندر table ده قادر انه يستوعب السنة الميلادية وكمان يستوعب السنة المالية وبنيت العمود الـ date باستخدام calendar auto وحطت له رقم ستة جوه معناها ان السنة المالية بتاعتي بتنتهي في شهر ايه في شهر ستة انا دلوقتي قدرت اخلص كل الـ columns المطلوبة عشان يبقى عندي calendar table وطبعا calendar table ممكن اشغله على calendar year او السنة المالية العادية او كمان اشغله على fiscal year وفي الحالة بتاعتي بتبدأ من شهر سبعة او شهر جولايت انت في جون او في شهر ستة طيب اعمل ايه بقى علشان اقدر ادخل ده جوه ال data model بشكل مظبوط الاول محتاج اقول له لو سمحت يا model افهم ان ده date table فانا مختار الـ table او اوقف على table هروح على table tools وهقول له لو سمحت ده ممكن تعمله mark as date table طبعا هعمل دي on وبعد كده هختار القلم الوحيد اللي موجود الاصلي اللي فيه date وهقول له هو ده date column وبعد كده هقول له save فاضلي حاجة اخيرة محتاج اميك شور ان القلم بتاع المنت name ده مترتب بشكل صحيح وبالنسبة لي الترتيب المنطقي ان هو يترتب بـ f month number او fiscal month او الشهر المالي رقم الشهر في السنة المالية خلينا نقول له بالشكل ده وبعد كده عشان اعمل كده هروح على column tools وهقول له sort by column فوانا مختار الـ f month ده وانا مختار الـ month name هتاكد ان انا مختار ايه مختار الـ f month number كأنني بقول له رتب لي الـ column ده بدلالة الـ column ده once اني عملت كده ممكن بقى اروح على model view وابدأ ابني relation relation هتكون هي relation واحدة مع sales table فهختار column بتاع الـ date وادراج لحد ما اروح لي الـ column بتاع الـ date جوة sales table وطبعا هنا بيأكد علي relation relation زي ما انت شايف وانتو ميني مفيش مشكلة وكروس فلتر شغال فيه direction واحد فهنا مكتوب single فحقول له save فحيبني على طول relation وانتو ميني ماشية من الـ calendar لغاية sales معناها انه الـ calendar دي تقدر تعمل filter ولم يتبقى غير اني ابني الـ visual اللي انا عايز اعمله لكن قبل ما ابني الـ visual ده هحتاج بس اعمل ماجر سريع فحوانا واقف جوه الـ report view هختار new major وكل الماجر انا عايزه بس يحسب لي total sales فحسم total sales وحكت بـ equal وابدأ استخدم معادلة sum وكل اللي هجمعه sales table هاخد منه بس الـ column بتاع الـ revenue واقفل القوس واعمل check mark تعالى نبص كده على الحاجات اللي موجودة فوق دي محتاج ازبط الـ formatting فممكن اقول له والله اعمل لي 1000 separator كمان ممكن اقول له الـ home table ما صحش يكون الـ calendar ممكن احطه في sales اعتقد كده الدنيا تمام بقى عندي ماجر ممكن استخدمه وحابدأ ابني visual سريع اللي هو الماتريكس هاختار الماتريكس او الـ pivot table ده الـ pivot table بتاع الـ power bi هحطه جواه على طول الـ total sales جواه الـ values فبقى عندي ادي الـ total sales وابدأ بقى اقسم ممكن اقسم اول حاجه احط الشهر اسم الشهر بيختلفش هحط اسم الشهر فادي بص خد بالك بقى ترتيب الشهور بدء من جولاي ومنتهي في جون تعالى نكبر نعمل شوية formatting سريع عشان نكبر الفونت ده حبة كده اعتقد الفونت مقروق اكتر فادي شايف الترتيب بقى ابدأ اول شهر عندك فين في جولاي ومنتهي في شهر ايه في شهر جون تعالى اول نعمل الـ report ده نقسمه تقسيمه السنة العادية او سنة الـ calendar year او السنة الميادية العادية فحبدأ اخد calendar year دي وحطها فوق month name فحتلاقي ظهر عندي سنتين اهو 18 فيها 6 شهور و19 فيها 6 شهور ولو برضو اخدت الكوارترات حتى في النص ما بين الاتنين طبعا هاخد calendar quarter فحاخد calendar quarter ده حطه في النص هنا فحتلاقي اهو تقسيمة الكوارترات ظهرت معاك اهي بشكل مش بطال وماشي معاك اهو كوارترين تعالى نفتح شوية بقى ده عندك كوارترين موجودين في اول سنة اللي هي 2018 وبعد كده كوارتر واحد واثنين من السنة الجديدة طبعا ده ريبورت برضو تقدر تستخدمه لو انت بتستخدم calendar year او في بعض الناس بتحب calendar year لو حبيت بقى تعمل fiscal year تعالى بس كل هعمله ان انا هاخد copy واقوله copy visual وctrl v وحطه هنا جنبه وكل اللي هنعمله ان انا هنغير بقى السنوات calendar year دي هنغيرها بال fiscal year ونفس الكلام quarters فهعمل x على دي وx على دي وبعد ارجع اخطار fiscal year احطها فوق month فهتلاقي بقى عندي fiscal year واحدة بس اهي والشهور كلها تحت بعض الناس 18-19 ولو روحت جبت fiscal quarter في النص برضو هتلاقي fiscal quarter برضو بتاعتك اشتغل بشكل مظبوط بقى عندي الاربع كوارترات بالترتيب اهو واحد اتنين تلاتة اربعة والكوارترات مظبوطة مع الشهور المالية بدل ما كانت مظبوطة على الشهور الميلادية فكده قدرنا نستخدم نفس الـ table شوفنا ازاي نبني fiscal year وشوفنا ازاي ممكن اعمل الريبورت بشكلين مختلفين اتمنى يكون الفيديو كان مفيد اعرفت نعمل الريبورت مرتين بطريقتين مختلفتين مرة واحنا مراعين الـ calendar year ومرة تانية واحنا بنراعي fiscal year وطبعا ده كان سؤال متكرر الناس بتسألني ازاي الـ power pivot او الـ power bi ممكن نشتغل على fiscal year او السنة المالية باستخدام الـ dax او باستخدام الـ power bi والـ power pivot بصفة عامة طبعا اللي عملناه في الـ power bi ممكن برضو تعمل شبه جدا جوة الـ power pivot لو انت بتشتغل على الـ excel مش على الـ power bi وطبعا لو عجبك الفيديو هطلب منك انك تعمل لايك وتشترك في القناة وتسيب لي تعليق وتعمل شير للفيديو واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته